أخبار الجميلة كمان النهاردة أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن نتائج مسابقة نظمها مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا في الهيئة القومية للاستشعار عن بعض وعلوم الفضاء المسابقة دي كان هدفها بالأساس دعم الأفكار المبتكرة اللي ممكن تطبق في مجالة تكنولوجيا الحديثة زي الاستشعار عن بعض وعلوم الفضاء وكمان في تخصصات الزكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والنانو تكنولوجي وغيرها من التخصصات المتعلقة بالمجالات دي كمان مرينا المسابقة دي كانت برعاية الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واختيار الفئزين في المسابقة جي من خلال لجنة اتشكلت من المتخصصين في المجالات اللي تمت فيها المسابقة اللجنة فحصت معرض الأفكار ومنقشة المتصبقين وفازت فيها المسابقة خمس فرق عن الاختراعات اللي قدموها واللي ثبت فعليتها وقبليتها للتطبيق عندنا ايه بقى النهاردة يا عمر؟ عندنا فقرات متنوعة كالعالم